يعني مين هو المستراح الحقيقي والله خلينا اقولك ان المستراح الحقيقي الذي يتكسب من الحلال بطريقة ومشروعة ترضي الله تبارك وتعالى بيشتغل في اتجارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معابش ابدا ان الانسان يبقى معامل ولا تبقى حياته مرتاحة زي ما احنا بنقول ده قال نعمل مال نعمل مال الصالح للرجل الصالح يعني الانسان يبقى معامل جايبه من طريق في صلاح طريق يرضي الله تبارك وتعالى المستراح الحقيقي المتوكل على الله تبارك وتعالى المستراح الحقيقي اللي بياخد بالاسباب للتكسب من المال الحلال المستراح الحقيقي اللي بيحطه قدامه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بات كلا من عمل يدي بات مغفورا له المستراح الحقيقي اللي بيصحى كل يوم الصبح زي ما احنا بنقول ببساطة جديدة يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم ويصحى ينزل ربنا يقول في القرآن وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون النهاردة مش عايزين نبث في نفوس وقلوب وارواح شبابنا الصغير الاندر ايجي اللي لسه صغير انه يكسب بسرعة وانه يبقى معاه كريدت في البنك بسرعة لا عايزينه ان نعلمه على المدى القصير وعلى المدى المتوسط وعلى المدى الطويل ازاي يتكسب المال وهو مثلا بيدرس في الجامعة ممكن يعمل براند صغير يعمل تجارة مع اصحابه وانا بشوف ده في صحابي والشباب الصغيرين لما بعد اكلم معهم يقول لك ان هنعمل لوجو جديد لكذا هنجيب هدوم بحة هنجيب منتجات معينة ده شيء جميل جدا انه يبقى فيه اخذ بالاسباب ربنا يقول في القرآن فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض الدين ابدا عمره ما كان شوية طقوس والواحد يقول يا رب اللهم ارزقني سيدنا عمر كان يعلم الناس حاجة جميلة اوي ان الناس ما تدعيشوا تقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني وقد علموا ان السماء لا تمتر ذهبا ولا فض يعني السماء مش هتنقط علينا مش هتمطر مش هتنزل عليك فلوس لا ده ربنا حط رولز وقوانين فيه نموس للكون ده نموس يعني قانون ان اللي يشتغل اللي يكتهد اللي يعرق اللي يضعب